مع غياب دور الدولة بمختلف الكتاعات وأهم الإنمائية اللي بيحاجة إلى المواطنين قد البلديات قدرت تقوم بها الواجب وتلعب دور الدولة المركزية بمعالجة همومون وتأمين أبسط حاجاتهم حضرتك قلت بغياب الدولة وهي بالنهاية أنه ما حدا بيقدر يشتغل بدون الدولة فصحيح البلديات عندها سلطة وصلاحيات مهمة بس ولكن ضمن حدود شغلنا حاليا بغياب الدولة يعني مثل ما بيقولوا أنه ما بعالش كيف عم نلبي حاجات الناس قدر الإمكان وقد ما الله بيقدرنا لأنه مثل ما بتعرف الوضع الاقتصادي وما بعد 2019-2014 والعملة اللي ربانية تدنت بهالشكل فصارت المسألة كتير صار علينا أهمية الطاقة البديلة اللي بتوفر الكهرباء والمياه للبلدة هل هي من صلب أولوية بلديات وهل من تفاوت بين بلدية وأخرى لتأمين العنصر الأساسي؟ شفنا أنه الطاقة البديلة اللي هي الطاقة الشمسية بتوفرنا هالعجز اللي نحنا واقعين فيه يعني من هون رحنا على الطاقة الشمسية اللي هي بمجهود فردي أكيد البلدية ما فيها تعمل هيك مشروع بس نحنا متما عنا نقول الايادة البيضة اللي هي بتحبها الضائعة وشوي مني أنا وشوي من هالأيد البيضة قدرنا من مالنا الخاص نعمل هالمشروع الطاقة الشمسية وإمنا الاستمرارية تبعت وزيع الماء الإنارة على الطرقات التقصد الإنارة على الطرقات أنا كبلدية فارض على أصحاب الموالدات يدور الطرقات العامة على نفقتهم يعني هاي اللي بتشوفه بالليل كل الدنيا مطفاية بسابة مضواية لأنه البلدية إلى حد ما موجودة وعم تاخد حقها بالكامل عم تعطي المواطن حقه وهي بالمقابل عم تاخد حقها منه حقوق البلديات اللي بيحاجئ لها من الدولة بصرف الأموال اللازمة لتقوم بوجباتها هل عم تحصل عليها وعم تكون كافية أم هناك مبادرات فردية عم تساعد بهالموضوع يعني نحنا قلتلك من صندوق البلد مثل من الدولة ما عم بيجينا شي شي لا يذكر لبل من المتأخرات نحنا سنة 2023 مثلا قابضين عن سنة 2017 أو 2020 هلأ ما في شك أنه نحنا عم نعتمد على المبادرات الفردية والأشخاص اللي هن بحبوا يساعدوا هالبلدية ويساعدوا هالبلدة وإلى ما هنالك عم نعتمد على هؤل الأشخاص اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة